في مرحلة فاصلة تحتاج سرعة العمل الجاد لمواجهة تحديات الجسام المعارضة الحكومة لا تحكي استوجه الشارع والتصادم قادم المحمد هنأ المبارك نأمل تعاون السلطتين وتلاقي الجهود والأفكار صفر ترسيخ الوحدة الوطنية ونبذ الفرقة أنا سالصالح سأطبق القانون وسأخدم الاقتصاد وزير الصحة النواب إما ما طاهر أو نجس قيادات البترول ترحب تولي هاني حسين حقيبة النفط الصحة لم نسحب قرار منع التدخين الرئاسة معركة كسر عظم انتخابات اللجان تشهد تنافسا والأغلبية تطلب التصويت يدويا لعدم الثقة الجوهل يترشح للرئاسة بعد الصفقات الحكومية والنيابية هذه عنوين جريدة النهار نذهب إلى جريدة أخرى ومعنا جريدة عالم اليوم وعنوين تتعلق بالتشكيل الحكومية الجديدة وكلمة سمو الأمير الأمير الحكومة حان وقت التنمية عنوان رئيسي لعالم اليوم نشوف بقية العنوين طالب الوزراء بالعمل بروح الفريق الواحد ودعا إلى التعاون الإيجابي بين السلطتين المبارك تسريع خطى الإصلاح ودفع مسيرة التنمية إنجازا وإخلاصا عنوان آخر نواب عن التشكيل الجديدة تضم عناصر تأزيمية وعمرها قصير تحفظوا على بعض أعضائها وأكدوا غياب الإنسجام عنها العنجري الحكومة تعاند والدول لا تدار بالعناد الطبطبائي ستكون لتصريف العاجل من الأمور الصواغ لدينا تحفظات على بعض الوزراء المرداس تمنيناها بغطى نيابي ولكن وعلام التعجب الوعلان مخيبة للآمار وفيها وزراء تأزيم الدلال عودة الشمالي مؤشر سلبي عنوان آخر الرئاسة بين السعدون والصقر التنمية سنصوت للسعدون رئيسا والسلطان نائبا والبرقش أمينا للسر وليحية مراقبا أعضاء في المنبر نرفض اتهام الشعبي بالمساومة على الرئاسة تبرأ من البيان المشترك مع التحالف عنوان آخر الشؤون مخالفات بالجملة في لجان التبرعات لدعم الشعب السوري هددت المخالفين باتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم قاضي التجديد يأمر باستماع حجز المتهمين بتظاهرة البدون اكتفى بإخلاص سبيل واحد فقط هذه المشاهدين هي عنوان جريدة عالم اليوم ننتقل إلى جريدة أخرى وإلى الصباح والصباح اليوم مشابهة كذلك لعالم اليوم عنوان تتعلق بكلمة سمو الأمير وتوجيهاته إلى الوزراء الأمير أتطلع بالثقة للتعاون المثمر بين السلطتين نشوف بقية العنوين سمو يستقبل أعضاء الحكومة الجديدة أمس ويفتتح دور العقاد الأول لمجلس الأمة صباح اليوم أمامكم تحديات كبيرة تجاوزها بالانطلاق نحو تنفيذ خطوط التنمية والنهوض بوطننا العزيز أثمن عاليا إسهامات وجهود سمو الشيخ ناصر محمد في أدائه لمهامه ومسؤولياته ولي العهد مهنئنا المبارك لتواصل مسيرة الإصلاح والتنمية الشاملة ولمبارك الأمير نعاهدكم بتحمل الأمانة وتسريع خطى الإصلاح ودفع مسيرة العمل الوطني سيكون إنجاز هو رائدنا وتحقيق الغايات الوطنية هدفنا حكومة المرحلة وزارات تكنقراط خمسة قدامة وعشرة جدد والمميز المحللها التشكيلة ضمت أربع اسكريين وودعت المرأة نواب متفائلون ومستعدون للتعاون المحمد لتتلاقى الجهود والأفكار لخدمة الوطن والمواطنين هذه عنوين جريدة الصباح ننتقل إلى جريدة أخرى والوسط والوسط عنوينها مشابهة كذلك لعالم اليوم والصباح وهي تتعلق بكلمة السمو الأمير حفظ الله الأمير للحكومة الجريدة أنتم أهل الثقة هذا هو العنوان الرئيسي للوسط نشوف بقية العنوين سموه يفتتح اليوم دور العقاد الأول للفصل التشريعي الرابع عشر نتطلع إلى التعاون الإيجابي بين السلطتين لتجاوز التحديات الكبيرة بالتنمية المبارك نعاهد الله ثم الأمير بين يكون النجاز هو رائدنا وتسجيع خطى الإصلاح المنشود حكومة التكنقراط تفتح باب التأزيم بكرا ردود أفعال متباينة على تشكيلها الجديد ورئاسة الأمة في طريقها إلى السعدون هذا طبعا كما تقول جريدة الوسط ننتقل المشاهدين إلى جريدة الكويتية ونشوف أبرز عنوين الكويتية حكومة الساعات الأخيرة يعني تصفها بأنها ولدت هذه الحكومة متعسرة وفعلا بالساعات الأخيرة نشوف بقية العنوي غياب تمثيل القوى السياسية أفقدها الأغلبية البرلمانية ومحلل واحد التشكيلة خلطت الأوراق في حسبة الأصوات بين المتنافسين على الرئاسة التشكيل الأول من دون فرع السالم وبثلاثة من فرع حمد والأول لفرع عبد الله خروج الشيخ العلي والمليفي بورسلي والبصيري والنومس وبقاء لذينة وصفر والشمالي الطبطبائي يلخص موقف المعارضة حكومة التصريف وانتخاب الرئيس العنجري حكومة السفزازية غير منطقية شكلها تيار سقط انتخابيا ويسير بالبلد إلى مستقبل مجهول أحد الوزراء الجدد عليه قضية تزوير منظورة أمام القضاء وسأعلن اسمه قريبا رولدشتي حكومة بلا سكر تقرير امتحانات اليوم هذه عنوين جريدة الكويتية نذهب إلى الأنباء ونشوف الأنباء والأنباء كذلك اليوم عنوين تتعلق بكلمة سمو الأمير حفظه الله للحكومة الجديدة الأمير لحكومة المبارك انطلقوا لتحقيق التنمية والإصلاح عنوان رئيسي للأنباء نشوف بقية العنوين صاحب السمو شهد أداء رئيسها وعضائها اليمين الدستورية نتطلع إلى التعاون الإيجابي والبناء والمثمر بين السلطتين المبارك الإنجاز رائدنا وتسريح خطى الإصلاح المنشود ودفع مسيرة العمل وطن نحو تحقيق الغايات الوطنية المرجوة هدفنا الحميضي مرشح لرئاسة الأركان والأمويزري المحلل الوحيد محاور نهج المبارك بحكومة الجديدة تضحها الأنباء بعد المجلس المرأة تغيب عن الحكومة المرة الأولى منذ إقرار حقوقها والغانم للأنباء الحكومة الجديدة ستعتمد كادر الجمارك وحددنا الخطوط العريضة مع الديوان وزراء للأنباء سنعمل على سيادة القانون وترسيخ الوحدة الوطنية والمضي قدما في تحقيق خطة التنمية هذه مشاهدين العزاء كانت عنوين صحبنا المحلية أمامي الآن جريدة القبس والقبس عنوانا يقول كالتالي المبارك توكل وشكل والباقي على المجلس يعني كأنها تشير بأن هناك مغامرة بهذه التشكيل الحكومية اللي ليس لها أي غطاء نيابي واضح توكل وشكل من عنوان القبس تشير إلى هذا الأمر بأن الحكومة ليس لديها أي غطاء نيابي داخل مجلس الأمة وهو واضح اليوم من التشكيلة اللي خلت تماما من أي ممثل للتيارات والكتل البرلماني في مجلس الأمة اللهم إلا يمكن تغريبا يعني بعض الوزراء المستقلين ذو التوجهات والأيدولوجيات الليبرالية العنوان آخر يقول الأمير للحكومة الجديدة أمامكم تحديات كبيرة الإصلاح والتنمية ثانية وثلاثين نائبا لم نشارك لأن العدد المعروض لا يلبي الطموح والغانم الأغلبية بالغت بشروطها والعميري حكومة لا تمثلنا وعنوان آخر وموجود في كل صحفنا الرئاسة منافسة حامية بين السعدون والصقر الهاشل أقوى المرشحين محافظا للمركزي قراءة في التشكيل الجديدة كما تقول القبس شخصيات نزيهة وحكومة مكشوفة سياسيا يعني تشيد بالوزراء لكن الحكومة مكشوفة سياسيا بسبب أن لا يوجد أي ممثل للتيارات السلامية في الحكومة وبالتالي قد تعاني الحكومة من ضغوط الكتل والتيارات في مجلس الأمة استقالة اللوال الحميضي وهذا واضح مشاهدين الكرام يعني كما تقول في ساح المجال المعامل وزير الجهيد لاختيار فريق عمله أربع بنوك كويتية بين الأكثر بنوك موثوقة في العالم هذه هي العناوين الرئيسية للقبس الوطن يعني عنوان قد يكون غير مفهوم نوعا ما رجال في رجال يعني إذا كانت واضحة ما أدي إذا تطلع المخرجين في مجال العنوان يعني شوي غريب رجال ضرب رجال أو في رجال ما أدي شنو يقصدون بالوطن هذا عنوانهم اليوم لأن المشاهدين الكرام يعني الوطن توا واصلة متأخرة وبالتالي لم نلحق أن يعني يتم تصويرها عموما يعني هذا عنوانهم اليوم لا أعلم ماذا يقصدون بهذا العنوان عموما هذا المنشيط الرئيسي وعنوان آخر أو مفتاح في الوطن يقول الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية أمام سمو الأمير وسموه يفتتح صباح اليوم دور العقاد الأول فصل تشريع الرابع عشر وبقية يمكن العناوين هي تصريحات للنواب موجودة اليوم في كل صحفنا المحلية عنوان آخر ومهم اعتقد الخطاب الحكومي تصميم على حل قضايا البدون والبطالة والإسكان ومتوسط عمر الوزير واحد وخمسين عاما هذه تقريبا مشاهدين الكرام هي أبرز عنوين جريدة الوطن إذن مشاهدين الكرام مواضح اليوم من جميع صحفنا المحلية سواء بالصفحات الرئيسية أو كذلك حتى الصفحات الداخلية هو التركيز الأساسي على التشكيلة والمرسوم الأميري بتشكيل الحكومة وكلمة سمو الأمير وكلمة سمو رئيس الوزراء وتحليل الوزراء وتوجهات الوزراء كانت هي الطاقية اليوم على صحفنا المحلية بالإضافة إلى تصريحات النواب وردف على معناه الحكومة والمعركة الحاملة ستدور رحاها اليوم في مجتمع خصوصا على كرسي الرئاسة هذا هو الموضوع والمواضيع الرئيسية اللي اليوم ركز عليه صحفنا المحلية وتوقع كذلك أن غدا سيكون عنوين صحفنا المحلية كلها منصبة حول انتخابات الرئاسة ونائب الرئيس اللي راح تفرد له صفحاتنا الرئيسية بإذن الله يوم غدا إن كنا من الحيين عمول مشاهدين الكرام هذا باختصار لأهم وأبرز عنوين صحفنا وجرائدنا الصادرة اليوم الأربعاء أتمنى أني قد وفقت لنقل إليكم يعني هذه الأخبار التي تعلق في صحفنا المحلية وصلت مشاهدين الكرام لختام حلقة هذا اليوم آمن أن تكونوا قد استمتعتم سبحانك الله وبحمدك أشهد الله إله إلا أن تستغفرك وأتوب إليك أستدعكم الله في أمان الله اشتركوا في القناة